يا شخص هل يجب لي أن أقرأ صورة البقرة يومية بنية الشفاء أو خيرها؟ صورة البقرة عظيمة وهي وصورة آل عمران من تقدم أهل القرآن يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث لكن الذي يظهر لنا من تدبر القرآن عموما أنه ينظر في المرض فالأمراض تختلف فإذا كان المرض جسديا فيذهب الإنسان إلى الطبيب وفي الوقت نفسه يقرأ على نفسه ويدعو فيجمع ما بين الأشياء الثلاثة الذهاب إلى الطبيب والقراءة على مكان الجرح ودعاء الله عز وجل بالشفاء وإذا كان المرض روحيا بمعنى شيء نفسي ليس له ظواهر فيذهب كذلك للأطباء إذا غلب عرضا وهذا غالب أحوال الناس أنه يتعلق الأمر بشيء نفسي له عند أطباء العلاج النفسي نوع من الدواء فيذهب ولا حرج ومع ذلك يقرأ وفي الوقت نفسه يدعو الله عز وجل بالثلاثة لكن الطبيب عن طبيب يختلف لكن صورة البقرة أو القرآن عندما نقرأ نقرأ ما يوافق المرض ما يوافق